سلالة البقر الهوشتين هي سلالة مشهورة من البقر يعتبر موطنها الأصلي هو هولندا وتعتبر الهوشتين من أكثر السلالات شيوعاً في العالم حيث يتم استخدامها بشكل واسع في صناعة الألبين واللحوم وتتميز هذه السلالة بإنتاجها للحليب بكميات كبيرة وجودة عالية مما جعلها سلالة مفضلة لدى المزارعين في جميع أنحاء العالم تختلف كمية إنتاج الحليب بقر الهوشتين من بلد إلى آخر من مزرعة إلى أخرى إلا أنها تعتبر أكثر سلالة الأبقار إنتاجية للحليب في العالم وفقاً لبعض المصادر الموثوقة فإن متوسط إنتاج الحليب لبقرة الهوشتين في الولايات المتحدة يتراوح بين 30 إلى 35 لتر في اليوم بينما في بعض الدول الأوروبية يمكن أن يكون إنتاج الحليب لبقرة الهوشتين يصل إلى 50 لتر في اليوم والمهم ملاحظاً أن العوامل المؤثرة على إنتاج الحليب يشمل التغذية والرعاية الصحية والوراثة والعمر والوقت من العام والحالة البيئية للحيوان والمزرعة ومدة الرضاعة الطبيعية معوامل أخرى